السلام عليكم أصدقائكم في حلقة متعاملة في قناة فوتشر قوين في فيديو جديد قناتنا القناة متهمة بأخبار العملات الرقمي بعد 24 ساعة من الان عندي ارتفاع معدلات الشكاوي او تقرير معدلات الشكاوي من البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية شو تأثير هذا التقرير ونحن نعرف لين منتجه البتكوين اما في الفيديو تطلق على زر اللايك تشترك بالقناة فعز الجرس حتي صورة كل جديد في عام عملات الرقمي ولا تنسوا انضمنا قدنا على تليجرام ورابط موجود في الفيديو ورابط موجود كمان في بنا القناة خليكم انا اصدقائي الى بعد الان تروح تتعرفوا اخر متجداد سوء الكريبتو طبعا اصدقائي في يوم 13 ابريل السابق اتفع او ظهرت نتائج بيانات تقرير معدلات الشكاوي من البطالة وفي هذا التقرير كان مرتفع معدلات الشكاوي من البطالة طبعا كان السابق 228 ألف وارتفع الى 239 ألف وكان التقدير ان يرتفع الى 232 ألف لكن ارتفع اكثر من المعتاد كل مرتفع بالنسبة معدلات الشكاوي من البطالة فهذا يعني انه سلبي على الدولار الامريكي واجابي لسوق الكريبتو طبعا في لحظة صدور هذا القرار ارتفع عملة البتكوين ولمسنا منطقة 30500 وبهذه فترة كسرنا قمة البتكوين القمة خلال الفترة القصيرة او مدى المتوسط حاليا اصدقائي عندي خبر معدلات ارتفاع الشكاوي من البطالة او معدلات الشكاوي من البطالة من المتوقع يرتفع معدلات الشكاوي من البطالة من 239 ألف طلب شكاوي من البطالة الى 240 ألف يعني ارتفاع بصيف بمعدلات الشكاوي من البطالة اذا كان ارتفع اكثر من 240 ألف فانت عبتتتكلم على هبوط للدولار الامريكي وارتفاع للبيتكوين واذا طلع اقل من 20039 انت عبتتكلم بانخفاض للبيتكوين سوق العملات المشفرة وارتفاع للدولار الامريكي او او عن الدولار الامريكي والبيتكوين واصوق العملات المشفرة للمشاهだ Nanna إذا طلع اكثر من 240 ألف الشكاوي من البطالة فانت عبدتتكلم على ارتفاع البيتكوين ممكن نقصر منطقة 32000 دولار كان في حيات اذيقائي على الاستثمار ببيتكوين والاثوريوم تقول ان هي اصول لحماية رأس المال وتقدر تتخزن من البيتكوين والاثوريوم وممكن تكون البيتكوين والاثوريوم شبيه جدا بالذهب بالامس تكلمنا بالفيديو عن البيتكوين وتكلمت نازل البيتكوين لمناطق 39 أف دولار كانت مناطق تقريبا 30 أف دولار قلت البيتكوين سينزل لتساوتي 29 أف دولار وبعدها بنرتفاع مرتاني وعلى الاغلب يكون سيناريو ارتفاع وارد لانها راح يكون عبارة عن اعادة اختبار للدعم لا اكثر ولا اقل اي اقفال اسفل الدعم كنا راح نتوجه مرة تانية لمناطق 28300 لكن الحمد لله تزامنا بالدعم كان عمية لمس سريعة وتحول في اتجاه البيتكوين وحاليا نحن على مناطق مقاومة مرة تانية وهي مناطق 3500 طبعا اذيقائي اي اغلاق اعلى منطقة 30600 فادعا بتكلم عن انفجار البيتكوين ووصول مناطق 32 أف دولار اصدقائي انكم وصولنا هذه الفيديو اتمنى الفيديو قلناه اعجابه اقلس ان اشتركوا قناعك فحز الجرس تضغط على لايك حتى بصراك الجديد في عام عملات رقمي مع السلامة دمتم بخير